زي ما احنا شايفين حتى كان في بعض اللاعبين ورا كريم احمد في المعسكر الاهلاوي زي ما قلت لحضراتكم الفريق خلال يومين اللي فاتوا كان مقفول عليه بشكل كبير جدا فيه تركيز كبير جدا من كل لعب النادي الاهلي اللعيبة اصحاب الخبراء زي ما احنا شايفين قدامنا الاستاذ محمد الدماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي الاستاذ جمال الجبر مدير المركز الاعلامي كل الوشوش وكل اللاعيبة مركزة زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي سافر يوم الاربع اتمرن على ملعب المباراة التمرينة الرئيسية الخميس المبارح اتمرن تمرينة خفيفة النهاردة المباراة محمود كهربا كابتن سامي ومصان امام عشور اللي انا هوجه له رسالة دلوقتي وعليه دور مهم جدا في مباراة اليوم امام عشور لأول مباراة ليه النهاردة مباراة قمة مع النادي الاهلي ودي كانت رسالة مستر كولر لامام عشور خليك مركز في المباراة بس خلي تركيزك داخل المستطير الاخضر بس مش عايزينك تلتفت لأي امور ممكن يكون فيه بعض الاستفزازات لازم النهاردة تستخدم خبراتك كلعب كبير في منتخب مصر وفي النادي الاهلي علشان كده مباراة الكمة النهاردة لللاعبين الجدد اول مباراة كمة زي امام عشور زي عمر كمال زي رضا سليم اللي معانا على الصورة زي مصطفى شبير مهم جدا انزاي ادخل في بداية المباراة من البداية بمنتهى القوة بمنتهى التركيز كل اللاعبة النهاردة على قلب رجل واحد كل الاجهزة جهاز الطبي والفني والاداري عمال غرف الملابس مجلس الادارة اللي استاذ محمد الضماطي رئيس البعثة الجهاز الفني وزي ما زمننا كريم احمد قال فريد النادي الاهلي واحد النهاردة اللي هيبتدي المباراة زي اللاعبة اللي موجودة على الدكة دائما المباراة اللي زي دي ممكن يكون لها كذا سيناريو سيناريو ممكن يخلص في تسعين ديئة ممكن يروح للوقت الاضافي ممكن يروح لرقلات الترجيح علشان كده النادي الاهلي لازم وكل اللاعبة تكون مستعدة لكل سيناريو دا اللي عمله مستر كولر خلال الايام اللي فاتت وحضر اللاعبة فيه من خلال محاضرات الفنية جاهزهم معنويا ونفسيا مستر كولر اللي قبل الزمالك دي مش اول مشاركة لي دي المشاركة الرابعة نتمنى تكون ان شاء الله مكسب لي وتستمر دائما وابدا فوزه على نادي الزمالك مستر كولر اللي ابتدى مبارياته وابتدى بطولاته مع النادي الاهلي كانت أمام نادي الزمالك في السوبر المصري في دولة الامارات وقدر يفوز النادي الاهلي وقتها بنتيجة 2-0 برونو سافيو وكريم فؤاد وقتها وموارات اللي بعدها موارات الدوري يقدر يفوز أيضا ثلاثة والموارات اللي بعدها أربعة نتمنى ان شاء الله يعني سلسلة الانصارات مع مستر كولر مع النادي الاهلي تستمر زي ما قلت لحضراتكم اللاعبة فيه تركيز كبير فيه كلام قليل فيه تركيز في المباراة بشكل كبير جدا كل واحد عارف دوره اللي محتاج يعمله ميشيل يانكني اللي كان ليه دور مهم جدا والراجل ده بيشتغل يعني بإخلاص شفنا محمد الشناوي حارس مصر الأول وأفريقيا لما تصاب حسنا ان ابتعاد محمد الشناوي ومحمد الشناوي حارس كبير لا عندنا حارس تاني كان محتاج ياخد فرصة مصطفى الشبير بدأ يلعب في الدوري وبدأ يلعب في أفريقيا ويسبت أقدامه نتمنى له إن شاء الله النهاردة في أول مشاركة ليه في كأس مصر وأول مشاركة في هناك كأس مصر يؤدي أداء قوي ويكون التوفيق من حليفه محمد الشناوي كان متواجد برضو أو متواجد هناك مع بعثة إننا دلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر